السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل الكورس بتاعنا إحصاء الجودة وصلنا إلى سكشن 3 لصفحة 155 في شريحة 155 الحقيقة الشريحة الجزء هده بتكلم عن حاجة اسمها البي فالوي كلمة البي فالوي يعني قيمة البي قيمة البي دي بتساعدني في اتخاذ القرار إزاي بحصل على قيمة البي وإزاي أخذ منها قرار أنا همني عندي ثلاث حالات لي البي في حالة الأكبر وحالة الأقل وحالة عدم المساواة في حالة الأكبر أما يكون يقول لي ناقش أن الميو أكبر من الميو نوت يبقى بإحتمال الزت أكبر من الزت وعندي الحالة الثانية إما أقل يبقى هنا أقل أما إذا كان فيه لا يساوي معناته أن نحن نجيب طرف واحد لأن هنا أعتبر هادي وان صيد وهادي ريت وهذه الافتزام أما في حالة عدم المساواة بضرف في اتنين بس أجيب القيمة كأنها أقبر أو أقل ما تفرج واضرف في ايه واضرف في اتنين الحقيقة الجزء ده من الأجزاء البسيطة جدا والسؤال بتاعه واضح الحقيقة الشريح في الجزء هذا خاصة في اجزامبل ثلاثة شوية الدكتور يعني لخبط فيه وبادئ من النهاية والبداية فأنا حبي تلخصه على هيئة سؤال بسيط جدا واضح السؤال هنا في هذا السؤال بيعطيني بولي في سنة 1970 أعطيني بعض المعلومات زي الوزن الوزن عندي 170 باوند والانحراف المعياري 40 فأنا لخصته بهذا الشكل هذا يعتبر المثالي وهو صفحة من 165 المستين يعطيني الميو اللي هو المتوسط 170 والسجم 40 عدد الأوزان الأشخاص اللي اخذناهم 64 والألفة خمسة من ميو يعتبر هذه هي المعطيات بتاعتي في هذا السؤال الحقيقة السؤال الموضح فيه أكثر من طريقة فأنا وصفته بهذا السؤال فيه عندي مطلوبين في السؤال ده يقولي لو انا عندي المتوسط 173 اختبر أن الفرض البديل ميو أكبر من 170 هذا المطلوب الأول المطلوب الثاني أن الفرض البديل لا يساوي يبقى هنا هشتغل على حالتين في حالة التست اي ما يقولي فيه تست او عملية اختبار عندي أربع خطوات لازم أعرف فأجيبهم بالترتيب طبعا ممكن السؤال يجي على هذه مقالب أنا أحل الأربع حالات ممكن يجي اختيار يقولي أنا عايز هايبوسوس اللي هي الفرضيات عندي فرضياتين الفرض العدم والفرض البريد الفرض العدم دايما هي الميو بتساوي القيمة القيمة اللي هو عايز يختبرها كمية وسبعين طب الفرض البديل اللي هو طلبه مني أصلا ميو أكبر من مية وسبعين دي الجزئية الأولى الجزء الأول في السؤال بتاعي طب الجزء الثاني أنا عشان أعمل هذا الاختبار لازم أمر بالمراحل الأربعة لان معنى اختبار التست ده معناته أنا عايز قرار وعشان أخد قرار لازم أمر بالخطوات هذه كلها الخطوة الثانية أجيب اللي هي زيت استيت اللي هي قيمة زيت الإحصائية القانون اكسبار معروف اللي هو أعطيك إياه عندي مية تلاتة وسبعين هنطرح منه الميو اللي هي المية وسبعين على السجمة اللي عطيني إياها أربعين جسمة جزء ن اللي هي أربعة وستة طبعا باستخدام الآلة الحاسبة هنحسب هيتطلع لي الناتج ستة من عشرة يبقى أنا أول خطوة كتبت الفرضيات ما إلا بتسجيلها بس تاني خطوة بجيب زيت استيت اللي هي عوض على الإكسبار بالقيم اللي هو أعطين إياها في رأس السؤال والميو والسيجما والن لنفس الكلام. بعدين بجيب البي فاليو إزاي أحصل على البي فاليو تعتبر هذه أهم نقطة عندي اللي هي البي فاليو اللي هو عنوان الدرس أصلا يقول لي أرجع للمطلوب هو عايز أكبر آه يبقى أنا عايز احتمال بروبلتي أن زيت أكبر من القيمة اللي أنا حصلت عليها اللي هي ستة من عشرة أنا قلت في حالة الأكبر هنقول واحد ناقص القيمة الجدولية للستة من عشرة طب أجيب دي من هنا أستاذ من جدول زيت آه جدول زيت طبعا اتكلمنا عنه أكتر من مرة ولكن برضو بنرجع مرة تانية سريعا جدول زيت هو هادي جدول زيت ستة من عشرة فين اهيه أخد ايه أول رقم اللي هو بوينت سبعة اتنين خمسة تسعة وأطرح النهج من واحد يطلع لي على طول الايه المطلوب اللي هو يطلع واحد ناقص هادي ستة من عشرة نشوفها تانية مع بعض ستة من عشرة ايه أول قيمة في الجدول اللي هي سبعة اتنين خمسة سبعة سبعة اتنين خمسة سبعة يبقى او بوينت سبعة اتنين خمسة سبعة احسب يطلع لي الناتج او بوينت اتنين سبعة اربعة ثلاثة نجيبن كده اشترك على اول خطوة تسجيل الفرديات لم تكن معدي مشكلة فيها ثانية خطوة قررت 6 استاتيه من المعطاقات التي تابع للسؤال خطوة الثالثة ولمهمة ان انا اتنين بوينت او بوينت اكبر من القيمة ماذا اكبر الواحد يقول واحد نوصل القيمة الجدولية بالستة من عشر قامتها من جدولة الازت وطرحتها من الجدولة الناتج نجي بقى للقرار القرار هنا بقى دي أهم نقطة عندي برضو لأن القرار يدبع للبي فالي يقولك إيه عشان أخد القرار القرار معنا هل أنا هقبل أو هرفض هرفض الاتش نود ولا هقبلها طبعا رفض يعني ريجكت وغير رفض يعني نوت ريجكت يقولي إيه بتقارم ما بين القيمة هذه والقيمة هذه القيمة دي أقل من مين آه لا يا أستاذ معليش سواني أنا أعطيني ألفة هنا إيه حقية الألفة يبقى أنا هنا ألاحظ أن البي اللي هي أو بينت اتنين أكبر من الألفة اللي هي كامل ألفة اللي هي خمسة من مية جبتها منينا والستاذ أعطوها أنا لازم يعطيني إياها في رأس السؤال اتنين دي أكبر طيب ما دام البي فاليو طلعت أكبر من الألفة يبقى أنا معناته هنا إنا أولي يبقى القرار نط ريجكت ويصير هذا هو المطلوب وكده يبقى أنا أخدت إيه القرار طيب نروح للسؤال اللي باعته أو الفقرة الثانية في نفس السؤال ما هو السؤال اللي باعته الفقرة الثانية عايز بقى عدم المساواة نجي للفرضيات نول الـ H نود الميو لازم تساوي مية وسبعين طيب الـ H اللي هو الفرض البديل الميو لا يساوي مية وسبعين نفس الكلام ما إلا بس كتابة هنا أبدأ أحسب نفس الفكرة لأنها طبعا نفس القيمة فتبقى هنا مية تلاتة وسبعين ناقص مية وسبعين نفسها طبعا على أربعين اسمت 64 فيطلع لي نفس القيمة O.6 طبعا عايز أجيب الـ BV يقول لي آه الـ BV في حالة عدم المساواة نفس القيمة اللي أنت جبتها دي بس تضربها في اثنين لأن أصبحت تصيد من طرفين يعني O.2743 تضربها في اثنين تديك الـ BV لازم نضرب في اثنين آه لازم نضرب في اثنين هيطلع ناتج O.5486 طبعا نلاحظ أن الـ BV في هذه الحالة برضو أكبر من الخمسة من مية نعم يبقى القرار نفسه نوت ريجيكت ويبقى هو ده القرار هنا هنطلع من هنا بملحوظة لازم نسجلها عشان ما أطلق بطوش هاي الملحوظة بتقول إيه بقى يا أستاذ في حالة الـ BV أقل من الألفة يبقى ريجيكت طب لو أكبر يبقى نوت ريجيكت مهم أو دي اللي هي منها بناخد القرار طيب نيجي للسؤال التاني المطلوب التاني في نفس السؤال طبعا يبقى السؤال رقم 3 ده عندي مطلوب أول عطيني الـ X bar 173 وطلب مطلوبين في حالة الأكبر وحتى عاد المساواة في نفس السؤال عطيني الـ X bar 185 وعايز حالة الأكبر يبقى أنا أكتب الفراضيات اللي هي نفسها ميو بتسوي مية وسابعين وهنا الميو أكبر من المية وسابعين لأنه طلب مني أكبر نجي بقى اللي ستتقاها عوطينا عن الـ X bar 185 نقص مية وسابعين اللي هي الـ X bar اللي اعطني إياها في الفقرة التانية على 40 اسمت 64 اللي هي جازر إين هنحسب هادي هيطلع الناتج معايا سوان كده نشوف الناتج طبعا لازم تكون حزبتنا معانا والحزبة شيء أساسي في السؤال بتاعنا طلع الناتج في حالة الـ 185 أنا ما أتذكر ثلاثة ثلاثة يبقى هنا الزد بثلاثة بعدين أجيب الـ B value يبقى الـ B value هو عبارة عن probability يبقى زد أكبر من ليه أكبر لأنه هنا اللي أكبر هو كامل جيمة اللي أنا حصلت عليها اللي هي الثلاثة اللي هي عبارة عن واحد ناقص في ثلاثة القيمة الجدولية أرجع لجدول زد فين الثلاثة يا أستاذ أهيه أول قيمة الثلاثة تسعتين تمانية تسعة تسعتين أول قيمة هنا تسعتين تمانية سبعة يبقى هنا واحد ناقص وبينة التسعة تسعة تمانية تمانية سبعة نطرح من الواحد هيتطلع للناتج في حالة الـ 185 طبعا هنا مقربها لثلاثة تسعات بس مش هتفرق كتير يعني مش هتفرق كتير أو بينت أو أو وان يعني مقربين دي إلى تلاثة تسعت تسعة تسعة بدل ثمانية سبعة بتلاثة تسعت مش هتفرق هنا أخذ بقى القرار أروح أقرن الـ B-Value اللي هي طلعت هذه القيمة 001 بمين بالخمسة من مية طب دي أقل بقى أقل من ألفة ألفة اللي هي خمسة من مية يبقى في الحالة دي مدم أقل دي إحنا لسا يلناها ويبقى أنا أقولي القرار بقى إيه ريجيكت إتش نود يعني برفض الإتش نود وكده يبقى جاوبنا على السؤال تماما تماما الشكل الأسئلة طبعا الورق شوية ملقبة أنا عارف أنتو حاول تركز في صيغة السؤال بيجيب هذا الشكل وبيوضح في الأسئلة اللي جاية نروح للسؤال اللي بعده لوسؤالة أربعة قبل ما نروح للسؤال اللي بعد بس هنا هنا بيأكد الملحوظة اللي أنا كتبتها في حالة الـ B-Value أكبر يبقى هنا إيه في حالة الأقال وفي حالة الأكبر والكلام ده اللي أنا شرحته في حالة الأكبر والأقل اللي شريحة 161 يبقى ليهم عندي المعلومة دي كده شريحة 161 إن لو الـ B-Value أقل من 5 من 100 يبقى هنا إيه لو أكبر يبقى إيه ودي ملحوظة أنا كتبتها مهمة جدا جدا ما فيش أي مشكلة فيها وعطيني مثال تحتيها على هذا الطبيب هنروح للشريحة اللي بعدها برضو عشان بس الناس ما تقولش نحن فيش رايح سبناه ولا حاجة هنا بقولي الخطوات اللي هي لأنا لقصتها A, B, C, D لازم أربح مراحل والكلام ده الحمد لله وضحنا في السؤال يبقى أنا أصلا ساعة مكتب الهايبوسوس لازم أكتب الهايبوسوس الأول وبعدها نجيب الز وبعدها نجيب الـ B-Value وبعدها نجيب الـ A باخد القرار بس في ملحوظة هنا صغيرة بتقول إيه إن لو الـ N أكبر من 30 وقالي يعني ليس انحرافا ليس طبيعيا يبقى لازم استعمل جدول Z مهم قوي دي لو الـ N أكبر من 30 بس وقالي إيه Not Assured ليس طبيعيا ليس طبيعيا ليس نورمال يبقى في الحادي سأستعمل جدول T ودي واضحة في السؤال بعد الجيب الحقيقة السؤال رقم أربعة نلخصته بنفس الفكرة اللي هو في الشريحة 163 اللي هي هذه أعطيني المثال بولي لوك وجون أعطيني طبعا هنا بولي توزيع طبيعي هذه الميو السيجمة وهنا تسع قيم وعايز يختبر إن الميو أكبر من الميو هذا يعتبر ملخص السؤال هذا التوزيع الطبيعي طبعا نحن عارفين إن القيمة الأولى تعتبر هي الميو والقيمة الثانية هي السيجمة أعطيني هنا تسع قيم واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هدف الرئيسي من التسع قيم دول إن أنا أجيب الاكسبار يعني ما أعطنيش إياها مباشرة يبقى أنا مبدئيا لازم أجيب الاكسبار اللي هي مجموع القيم على عددهم اللي هي الاكسبار هجمع كل القيم وأسمع على عددها هيطلع مية واثناشر بوينت ثمانية طبعا دي فقرة بسيطة لازم في البداية أجمع القيم يعني أقول مية وستاشر زائد مية واثناشر زائد مية وخمس وعشر زائد مية واثناشر زائد مية واثناشر إلى الآخر وأسمع على عددها اللي هي تسعة يطلع للإكسبار طبعا في السؤال اللي عدد كان أعطيني الاكسبار جاهز هنا أعطاني القيم أنا ممكن أحصل على الاكسبار وليس هنا مشكلة نأتي بقى هنا أول ما تلاقي السؤال في كلمة هل دي نعرف على طول أنه لازم نكتب الأربع خطوات هل زائد مية مية زائد سابوبليشن ميو أكبر من هل الاختبار ده صادق ولا مصادق لازم أمر بالخطوات الأربعة أول حاجة هاي بوصيص الفرادية نيتش نوت تقول الميو بتساوي المية دايما ميو نوت تساوي الميو بتساوي طب هنا الميو أكبر ما إلا كتاب بس ما فيها حسابات نيجل زيت أبدأ عوض في القانون اكس بار كام تقولي يا أستاذ مية واثماشر بوينت تمانية ناقص الميو كام مية على السجما كام عطيني يا خمستاشر تأسيم جز ان اللي هي التسعة نحسب هادي باستخدام الحاسب هتطلع لي اتنين بوينت ستة خمسة وبكده يبقى احنا جيبنا المرحلة التانية نروح المرحلة التالتة يبقى المرحلة التالتة أستاذ اللي أنا هجيب البي تمام رقم تلاتة بي يبقى هنا زت آه أرجع لرأس السؤال هو أكبر ولا أقل ولا يساوي هتجيبها منين أستاذ لازم بيعطيني إياها في السؤال أكبر يبقى أنا هنا أقول زت أكبر طبعا أكبر أو أكبر يساوي ما فرجت اللي هي 2.56 في حالة 2.56 أروح 2.5 وانزل عند الستة اللي هي من فوقها يبقى 2.5 وروح للصف كده عند الستة لها 9248 أروح أعوض عنها في الجدول 9248 أحسب هتلع للنتج O.O 5 2 بعد كده القرار هل هي أكبر أو أقل من 5 من 100 الحقيقة في القرار سأخذ القرار بثلاث الطرية الأولينية هي B-Value كما نتفاعل القيمة أكبر أو أقل من 500 وين 500 أستاذ يجب أن يأتي برأس السؤال B-Value O.O 5 2 طلعت أكبر من 500 لا هنا في صفرين يبقى أقل مع زراتنا بنا أقل 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 من 500 005 أقل من 500 ومدام إحنا قلنا أقل يبقى نعمل يبقى القرار رجكت رجكت 64 دي الطريقة تانية لأخذ القرار أنا أعتقد أن B-Value مرة سهلة بس طريقة من نوع عنا عشان بس نبقى عارفين ها برضو هنلاحظ أن Z-State التي جبتها هي 2.56 ستطلع أكبر من Z-Alpha 1.64 المحفوظة يقول إيه في حالة ما تكون Z-State التي جبناها في الخطوة الثانية 2.56 يعني بدون ملجأ لل B-Value 2.56 لو طلعت أكبر من Z-Alpha المحفوظة معناته أن ريجيكت برضو H-Node طبعا القرار هو هو بس هذه طريقة ثانية طبعا أنا يهمني أن القرار سيأخذه بأي طريقة ما فرجت أنا بفضل دايما B-Value ولكن عشان نبقى عارفين بس أن هو عندنا في طريقتين لإيجاد القرار هنا في المثال نوى عنه في آخر صفحة 165 أن أنا ممكن أن Z-State أكبر من Z-Alpha 2.56 أكبر من 84 معناته أن هي برضو ريجيكت ممكن ناخد القرار بالطريقتين واضح المثال رقم 4 الحمد لله رح السؤال الذي عنده على نفس الموضوع اللي هو مثال 5 نفس الفكرة طبعا بس هنا في مثال 5 الحقيقة قال لي حاجة بس اللي هو غير طبيعي يبقى في الحالة دي هتختلف عن السؤال اللي عاد ده أن أنا بدل ما هشتغل على Z هشتغل على T طبعا المعلومات عندي واضح الميون ودي تعطيك بمية طبعا السؤال المعلومات اللي طبعا كلمة دي يعني ما هو توزيع طبيعية طبعا والالفة خمسة مية الفرديات هي هي أو الميو بتساوي مية وهنا الميو أكبر من المية هو عايز طب هنا بقى بدل ما هجيب آه هنا بقى الفرق بدل ما هجيب بزيت هجيب T الحقيقة القانون هو هو مش يختلف في التعويض ولذلك هنا نقول الإكسبار اللي هي T هي عبارة عن مية واثناشر فاصلة تمانية نطرح منها المية على الاربعين على الخمس تاشر جزر تسعة هيطلع نفس القيمة اللي حسبناها قبل كده اللي هي 2.56 ما فيش اختلاف الاختلاف الاختلاف المسمى والخطوة اللي جاية هناك كنا بنجيب زيت ألفا لأ هنا هجيب T تي اللي هي N ناجس واحد والفا خمسة مية اللي هي تمانية وخمسة مية هنروح لجدول T هنلاقي ان الناتج بتاع T ك 1.859 لما اجي اقول في حالة T لو طلعت اقل من T تي تي الجدولية اللي هي 1.859 والقيمة المحسوبة 2.56 يبقى برضو القرار رجكت اذا هنا في حالة طبعا في معلومة مهمة جدا في حالة ما يقول لي غير طبيعي ما فيش عندي B-Value مع الزيت فقط اما في حالة T لازم لازم اجيب T الاول الجدولية واجيب T الاحصائية اللي انا بحسبها يبقى دي بنسميها المحسوبة اللي انا احسبها ودي اللي انا بجيبها من الجدول لها الجدولية وابدأ اقارم ما بين الجدولية والاحصائية اذا طلعت الجدولية اقلم الاحصائية يبقى رجكت طبعا لو طلعت اكبر يبقى العكس يبقى بقينا السؤال الاخير في هذه الجزئية طبعا لو انتم ركزين معا نعم السؤال كلها متشابه مع السؤال اللاب الاخير كان بيتكلم عن T ده سؤال ظريف خالص بيتكلم اعطيني الان 157 لو رجعنا هذا في شريحة 168 حيئة ممكن يجي السؤال بالاختبار كده او لك هنا عندي 150 افريكان امريكان فيه كذا شخص 157 شخص اوزانهم طلعت 146 تعتبر هذه الاحصبار عندي وعندي الانحراف معياري 27 وعندي مستوى معنوية واحد من 100 لازم اعطى حيئة المسال رقم 6 مثال للمسال اللي هو يجي شكله في الاختبار بالشكل ده لازم كل حاجة 1 يبقى دي الالفا عطيني كمان هنا مهمة جدا جدا نقل كلمة جريترزان او يعني اكبر يعني الميوم اكبر من 140 هو ده اللي انا عايز اختبره كل المعلومات عندي هنا يبقى هنا عطيني الاس انحراف المرحلة الثانية الثالثة الرضعة المرحلة الاولى اللي هي اقول الميو بتساوي القيم اللي هو عايزها 140 اللي هو قال جريترزان اما هنا اكبر من 140 الفرض العدم والفرض البديل الو اي 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 احيانا على فكرة دي بنسمي اي اي ما فرجت اجيب زيت الاحصائية عوض في القانون x بار عندي 164 اللي هي 157 طبعا هنحسب بالحاسبة هتطلع معي 2.780 اه طب وزيت الجدولية زيت الجدولية اللي هي الالفا دي كده الاحصائية المحسوبة هنا زيت واحد من 100 واحد من 100 دي اللي هتعادل 99 في المية وطرف واحد يبقى تطلع 2.33 دي القيمة المحسوبة طب لو انا عايز اجيب البي اه معروفة او السازل بي فاليو هيبقى بي زيت هنا اللي هي اكبر من 2.780 يبقى 1 ناقص القيمة الجدولية ل2.780 اروح لجدول زيت واحد ناقص جدول زيت وين و2.7 من اليسار 2.7 هه واروح عند بعد السبعة كام 8 2.7 وامش كده الين 2.7 وامش الين 8 اللي هي قبل الاخير هادي 9.7 3 ليه 9.7 3 وبين 9.7 3 احسب هطلع لي الناتج كام الناتج هنا 9.7 2.7 7.3 00.27 وبين 00.27 ناقص ناقص القرار بقى انا عندي طريق اللي اخذ القرار انا بفضل عن طريق البي فاليو البي فاليو طلعت كام بهذه القيمة طب اقبر اقل من الالف هذه القيمة الالف قيمة استاذ الالف واحد من مية وهادي اتنين سوعة عشر تلاف يبقى البي اكبر من الالف يبقى الالف اقل 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 اتنين من الف اعتبر ثلاثة من الف هذه واحد من مية اذا اقل وما اقل يبقى رجقت وهذا الكلام احنا قلنا فيه الملحوظة نجي للطرقة التانية ان اقل عن طرق مين زت وزت الالف الاحظ هنا زت المحسوبة زت state اتنين وعليها اتنين بين كام سبعة يبقى اكبر من زت الف يبقى برضو رجقت اتش نود يبقى هنا عندي طرقتين لاستخد القرار انا بفضل عن طريق البي اوضح واسهل ربنا وفاكم وفي امان الله ونتقابل ان شاء الله في الشابتر الجديد